اهلا بكم جديد نهاردة بنتكلم عن تجربة جديدة مميزة جدا من براند اورايمو اللي بدأ ينتشر في مصر انتشار واسع جدا والحقيقة انا اتفاجئت بمستوى الجودة العالي جدا اللي بيقدمه اورايمو في مجموعة كبيرة من المنتجات بجربها من فترة حقيقة ومستمتع جدا جدا بالتجربة اورايمو في فئة الساعة الزكية قدمت الاورايمو واتش فور بلاس اللي كنا شفناها في فيديو سابق نهاردة بنتكلم معا عن اورايمو واتش اي اس تو ساعة مميزة جدا حقيقة تجربتي معاها كانت تجربة مميزة خلال اسبوعين استمتعت جدا بالتجربة خاصة انها بمعيار مقاومة مية اي بي 68 وما كنتش الان اطلاق ان انا باستخدامها تحت ظروف عنيفة في المية وكمان في خبطات وكل كلام ده ان شاء الله هنتأكد منه من خلال الفيديو النهاردة خاصة مع الشاشة الامولد اللي بمقاس كبير 1.95 مية شاشة اوليد او اموليد خطيرة تدعم الودي او الولوز اونز بلاي وكمان معيار مقاومة المية الرسمي الاي بي 68 وبطارية بساعة كبيرة بتكفي استخدام اسبوع 300 ميلي امبير بتشاهد حوالي ساعتين ونص وهي كل منسة باقك معدنية عالي الجودة وفنش الحقيقة من ارقام ما يمكن الساعة هنا تبدو متقنط الصنع عالية الجودة طيب هتأكد من الكلام ده ازاي هتأكد من الكلام ده النهاردة من خلال فيديو اختبارات التحمل او وتفكيك الساعة من الداخل سريعا هناخد جولة في السوفت وير عشان اعرفكم على شكل السوفت وير والخصائص الموجودة في الساعة لما بنسحب من تحت الفوق كده بنلاحظ بوجود بعض الاقتصارات البسيطة جدا من ضمنها الاعدادات ونسبة البطارية وفي بعض الامور البسيطة اللذيذة جدا اما لما تسحب من فوق لتحت كده بيجيب لك الاشعارات هنا في الاكتيفتيز الموجودة حرق السورات الحرية وتطبع الطقس والساعة العالمية وكتير من الامور الحقيقة زي الاسترس او الضغط العصبي او الضغط النفسي ونسبة الاكسجين في الدم وتطبع ضربات القلب وطبعا في هنا الالارم بتوصل لقيمة التطبيقات هنا من خلال ضغطة على الضرار او الديجتال كراون ده بيدخلك على برامج الساعة او كل ما يخص الساعة من سوفتوير تطبع النوم بطريقة جميلة جدا وحقيقة تنافس اجهزة هواوي من ناحية تطبع النوم وضقة تطبع النوم وبيجيب لك احصائيات ممتازة جدا عن النوم العميق والنوم الخفيف وكل الكلام ده حقيقة بشكل جميل جدا تطبع معدل ضربات القلب حقيقة مظبوط وتطبع الحركة وعداد الخطوات وحرق الساعة الحالية حقيقة مظبوط جدا على الشعر بعدها فيك دهر الساعة الخلف هنا لاحظنا انه قطع المغناطيس قطع قوي جدا القطع اللي بتمسك الكابل الخاص بالشحن وعملة الشحن هنا تعتبر حملية موصوكة جدا وامان بيد عن الشحن الويرلس هنا الساعة تعتبر بتشحن في ساعتان ونوص بطريقة ممتازة والكابل بيقفش بطريقة جميلة جدا من ناحية واحد طبعا زي ما احنا ملاحظين كده عشان الفلطية وما بيشتغلش او ما بيلزقش من الناحية التانية لو عكسنا بالنسبة لخامات التصنيع هنا خامات من البلاستيك يعتبر بلاستيك نضيف بكسافة عالي الحقيقة وبلاستيك محترم جدا جدا طيب عشان اوصل بقى للمكونات الداخلية الخاصة بالساعة وابتدأ عرفكم على عن قرب الحقيقة عن مكونات التصنيع محتاجين انا فك الشاشة واوصل للمسامير دي افكاك عشان اوصل للبوردة وفك كل القطع وبالتالي هنضحي بالساعة في مقابل احنا نعملكم فيديو استثنائي فيديو مرجعي بالنسبة للقطع دي هي الخاص بسمائة المكالمات والساعة هنا بتحفظ لغاية مئة اسم او مئة جهة اتصال والحقيقة ده رقم واعتبر كويس وبالتالي هنا في زاكرة تعتبر معقولة في الساعة من الداخل دي فتحات للسبيكر وطبعا هنفك بقى عشان نشوف التأفير وكل كل كلام ده اللي هي علاقة بال قبل ما فك الشاشة من الفريم لان دي عمليه خطر وممكن تبوز الشاشة ها بس عمل لكم التستع على الفريم ووضح لكم ان هو من المعدن من سبائك اللي هنا ساعة تعتبر خفيفة وبخمات عالية الجودة زي ما احنا نلاحظين كده دي خمات معدنية تعتبر يعني خمات محترمة جدا في كل آآ جوانب الساعة حتى الزرار الخاص بالتمرين الرياضية ما بيطلعش اثناء الاختبار زي ما احنا ملاحظين كده ما بيخرجش من مكانه وزرار ده كمان زرار من خامات معدنية بالستيل ستيل عالي الجودة براندو رايما حقيقة بقدم السيران نمبر موجود على كل ساعة وسيران نمبر هنا متطابق مع السيران نمبر الموجود على العلبة من بره اللي اخره تمانية سبعة زي ما احنا ملاحظين كده وبالتالي شغل كوالت كنترول عالي جدا مازالت الساعة هنا شغالة بكفاءة الحقيقة وبتقدي اداء واعتبر محترم جدا والله ولاحظنا كده في بداية الفيديو انا كنت عملت اختبار آآ المية علشان اكد لكم ان انا باستخدامها تحت المية لفترة طويلة حقيقة هنا مفيش اي اثر لاملاح او اي شيء على المكونات الداخلية ده بيدل على تأفيل راكي جدا بالنسبة للسماعة والمايك وكل الامور اللي علاقة بالفتحات الخاصة بالساعة طيب افك الشاشة بقى وارجع لكم بحيث نشوف بقى نظرة تفصيلية على التأفيل من الداخل عشان ناخد نظرة كده يعني آآ بشكل اعمق على جودة ساعات وزي ما احنا ملاحظين كده في اختبار الشاشة الحقيقة شاشة بازاز عالي الجودة وعالي المتانة بيستحمل الخدوش والتجاريح وحقيقة الساعنا بغض نظرة عن اللي انا بعملو فيها بالقطر هي وقت مني وكان اداءها حقيقة اداء ممتاز ما حصلش اي اثر للشاشة طيب انحاول كده نعمل اختبار برضو عنه عشان نشوف آآ تأسير الخبطات على الساعة من الداخل سن القطر الكسر وما فيش اي تأسير اطلاقا ولا اخدوش ولا اي حاجة على الساعة والتالي هنا ساعة اضافر جميلة جدا الحقيقة فاجأتني لمستوى العالي جدا كل حاجة شغالة كمان في الساعة بعد كل اللي عملنا فيها بعد عدة محاولات الحقيقة ومجهود كبير جدا جدا قدرت ان انا اخرج الشاشة ولكن طبعا الشاشة بوزق كالمطاقع شاشة بمستوى جودة عالي وطابقة الحماية الخاصة بحماية الشاشة طابقة الزيانة سميكة وتستحمل الخدوش والصدمات بشكل الحقيقة فاق توقعاتي فتحة السماعة هنا متأمنة بطريقة كويسة جدا بحيس ان السماعة هنا بتبقى افلع على الجزء ده بطريقة محكمة جدا بتمنع اي تصرب للمية للاجزاء الداخلية وبالتالي هنا كمان تصميم الفتاحات هنا تصميم عظيم جدا ونفيش اي اثر للمية موجود تحت السماعة البطارية بمستوى تصنيع ممتاز في كيو ار كود وبساعة تلتميت ميلي امبير زي ما قلنا في مواصفات الساعة وتأكدنا من الكلام ده ودي البوردر الرئيسية بقى اللي بتكون شايلة الزاكرة وتكون شايلة قطعة البلوتوث والكيو ده خاص بالتقاط اشارة البلوتوث وده الرئيسي وكون نكترات التوصيل السريعة الموجودة على اللوحة الام والقطع الالكترونية الحساسة جدا يعني يبدو شيء جميل جدا مطقن الصامة عالي الجودة بخلاف حيئة كتير من الساعات الصيني هنا سوست المسؤولة عن نقل الشحن من القطعة الخارجية او الكوفر للبوردة وثم الى البطارية وهنا محرك الاهتزاز من نوع الدوار التقليدي الكلاسيكي نظرة اخيرة على المعالج باشكرك شكرا جزيلا ويتابعون ان شاء الله في كل تفاصيل فيديوهاتنا القادمة لحب تحصل عليها من خلال موقع الشركة الرسمي موقع قريمو هسيب لك رابط لو حابب تشتري من قريمو بشكل رسمي اشتركوا في القناة